أهلاً بحضراتكم بعد الفاصل محمد ممكن إحنا وقفنا على مباراة كودو فار أنتو نقلته من بلد روحته بلد تاني أنا عارف الكابتن جوري بيشحن شحن معناه ويخليك عاوز تنزل ملعب لكن أسد بيتجوعه وتدخله فرخة صغيرة بعد كده مظبوط أول ما روحته إلى إيش هنالك أتعاملنا إزاي الأول يعني أول ما طبعاً بقى تنقلنا لما روحنا تنقلنا في فندق في قوتيل أه في قوتيل بقى حقيقة دي اللي جننت الكابتن جوري طبعاً روحنا قعدنا عادة مختلفة شوية عن اللي كنا عايشينها في وجدوجو أه إحنا لعبنا مباراة كودو فار ورجعنا تاني لما عدينا من كودو فار خلينا مباراة كودو فار كابتن جوري قال لكم إيه قبل المباراة وإنتو كانت إحساسكو إيه هو كلامه كله طبعاً إن إحنا نلعب مباراة أهم حاجة ما يجيش في ناجون نبقى قفلين كويس قوي أنا كنت تصبت بقى خلي بالك أنا تصبت في مباراة زامبيا مع كرة مشتركة مع كلوشة بواليا فما لعبتش مباراة كودو فار فدي كانت الإصابة دي ضيعت مني للأسف البطولة يعني ليه ما أنت كنت موجود فيها البطولة حققناها أه حققناها بس أنا قصدي إيه ما كملتش بقى أو السلع فيها كنت أكمل لأنا كنت أساسي يعني لعبت مباراة موزنبيك ومباراة زامبيا حتى ما قبل بقى البطولة كمان أنا كل المباراة تقريباً يعني أكبر نسبة اشتراك كنت أنا وحسام حسن في الوقت ده طيب جينا على مباراة بتاع كودو فار كودو فار بقى إحنا يعني بضلنا ماشيين معهم لغاية ضربات الجزاء مميز كان عندنا نادر السيد في ضربات الجزاء بيقدر يصدوا كان عندنا طبعاً مجموات لعيبة كلنا كنا مميزين في حتة التزديد الدورة بتاع التايلند اللي أنا قلت لك عليها كان محضرنا ووصلنا ضربات الجزاء ولعبنا مع كوريا ضربات الجزاء فيها فكانت يعني وصلنا لكودو فار ان احنا نوصل معهم لضربات الجزاء نفس كوبي بيست الماتش اللي فات بتاع كودو فار فالفكرة ان احنا فضلنا ماشيين معهم البطولة المباراة تقريباً ما كانش ليهم فرص ولا لينا احنا فرص قوي كله كان بيلعب في نص الملعب في نص الملعب قال كابتو كوري كان بيلعب على ان عاوزوا يوصل لضربات الجزاء مع الفرقة دي لان كودو فار كان فرقة جاملة كان فرقة جامدة جداً وكان عندهم نجوم جامدين جداً وكان عندهم يعني تقريباً كل الليستة بتاعتهم بتاعت البطولة كلهم كانوا في اوروبا فان ديها مستوى اول يعني لكن هو كان حريص ان احنا اهم حاجة ما يجيش فينا هجوان اذا قدرنا ان احنا نسجل كان تعليماته على طول لحازم وعب سطار وحسام اللي هو الجزء الامامي لو اجلنا اي فرصة من الفرص دي نقدر نستغل لها بس طبعاً احنا المباركة مقفلة يعني مباركة مقفلة بشكل كبير جداً وما كانش فيها فرص للفريين يعني بعد مباركة كودو فار كسبنا دربات الجزاء الكابتن جهري كان انتوا كلعب احساسكم ايه والكابتن جهري قال لكم ايه طبعاً احنا سعادة لا توصف انت بتعدي كودو فار بريكة عقبة من العقبات عقبة من العقبات قوية جداً والعقبة اللي بعدها بقى بوركينة هتلعبها في ملعبها وفي وسط جمهورها فدي برضو حاجة مش سهلة طبعاً بس كان بوركينة فاسه في الوقت ده ما هوش منتخب بالتقل اللي مثلاً لما اتكرني النهاردة مثلاً كاميرون مصر والكاميرون هتلعب مع الكاميرون في الكاميرون في وسط جمهورها وملعبها وحكامها بتفرق كثير بوركينة ما كانتش منتخب مصنف قوي لكن في نفس الوقت بتلعبوا على ملعبه ممكن يعمل معك مفاجئة فكانت بورد ومباراة من المباراة الصعبة بس قدرنا نكسب بهدفين وكان المباراة دي كنا احنا واخدين ثقة بقى شوية يعني بدأ من مباراة كودو فار لما عدينا بدربات الجزاء بدأ الكاس يبان شوية يعني حسيته بقى خلاص بدأ عينينا بدأ عينينا تروح على النهائي بقى ان شاء الله يعني مع جنوب أفريقيا فبوركينة الحمد لله عدناها وكان يعني منتخب أنا بقول يعني انه هو في المتناول يعني كنا واخدين ثقة عليه وقدرنا نعديه يعني 2-0 وصلت الفاينال مع مين مع جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا بقى في الوقت ده كانوا اخد بدول 96 قبلها فعلى ملعبه كان عندهم نجوم بقى طبعا ابتداء بقى من بندرت مكارسي وعندك غير بنت مكارسي عندك مارك فيش وعندك ملعبه كلهم كانوا نجوم بقى في الدولة الانجليزية وكانوا واخدين بطولة 96 فكان نهائي قوي جدا دخلوا أنا فاكر واحنا دخلين الاستاد هم دخلين عاملين يرقصه شغالين أغاني ورأس وبعدين دخلين دخلوا بقى معهم جمهور كان جاي معهم جمهور قوي جدا جاي وراء أوتوبيس بتاحهم احنا ما كانش فيه جمهور ربعانة لكن احنا كنا مركزين قوي المصاحب في ادينا كلنا مركزين كان البطولة دي كابتن كمان الكابتن جوهري البطولة كلها نركب الاوتوبيس سواء تدريب او ماتش او الماتش كرآن شغال كرآن شغال على طول يعني مش عايز اقولك راجعين من ماتش راحيم ماتش راحيم تمرين راجعين من التمرين الكرآن شغال فلما دخلنا بقى هم عاملين رقصه بتاعه كده فاحنا ايه يعني عارفين طبعا احنا عندنا هدوء مركزين وفي نفس الوقت كابتن جوهري ثبت التشكيل كنت انا خفيت بس هو لعب بقى لعب كمل بالمجموعة اللي كمل لعب بمتحت بقى وكان عبدالزار لعب بدالي وسامير زي ما هو فكمل بالمجموعة دي يعني قال لي يا محمد انا فاكر قال لي قال لي يا محمد انا هكمل يعني هلعب النهائي بنفس انا كنت اخفيتك الطبيعي يعني او مش الطبيعي لو ده شيء طبيعي كان ممكن او لكن طبعا هو كان صائب في الحتة دي انه يكمل لانا كنت راجع من اصابة كان بقى لي حوالي مثلا متاع اسبوعين ما بتمرنش ده تفرق كتير او وعبال ما وصلنا النهائي فلعب وكان مركزين هدوء اه اهم حاجة في المتشط دي انك ما تتلقش اي اهداف يعني احنا كنا قفلين او بنت مكارس كان هداف كان لعب قوي جدا ده كان فرق جانوب الفريق كان فرق كويسة او وكان فريق يعني قوي جدا لكن احنا كنا في توفيق غير عادي عندنا احنا البطولة دي كابتن جبنا عشر اهداف ودخل فينا هدف واحد بس اللي هو بتاع مصطفى حجي بتاع المغرب فكان معانا التوفيق في البطولة والتوفيق ما بيجيش غير اللي يتعب اللي يتعب واللي يبزي المجهود بيجي له التوفيق فوفقنا ربنا عملنا فاول الفاول اللي الناس بتشوفه بتاعترق مصطفى الكابتن جوهري اللي الناس مش عارفاه الكابتن جوهري الفاول ده قاعد يشتغل عليه سنة سنة؟ سنة؟ مش قابليها بيومين ولا لاته لا لا يومين ايه يومين ايه يومين ايه الكابتن جوهري الفاول ده بيشتغل عليه سنة ومزهقش وخلي بالك احنا عمرنا ما جبنا منه جون غير في نهاية افريق بس حتى تمرين كان بتطلع بره لا تمرينه مطشط ودية انا كنا بنعمل ايه كان الفاول ده اللي بسك كرة يومية هاني رامزي ايوه الفاول ده مرة انا بسيطه ومرة اللي جي يعملها انت مبسطوش لا كابتن انا بطن رجلي بطن رجلي جامد هوت زي بي بتقولي التوفيق لا الكابتن جوهري مهو ده بقى يوريك لما الواحد اشتغل في التدريب طالما عندك قناعة بحاجة صمم عليها صمم عليها واشتغل عليها عشان ربنا هادهالك الدهاله فين كان ممكن يديها لكابتن جوهري في مطشو ودي في مطشو في التصفيات لكن هو الدهاله في نهائي افريقيا اللي هو هيفضل طول عمر اللي يسترجعوا اللجوان ويزيعوا اللجوان بيجيبوا الايه بيجيب جوهر نهائي افريقيا بص بقى عشان اوديك المدرب عمل ايه فيها كابتن جوهر الله ارحمه لان كابتن جوهر يخلي بالك مدرسة يعني مدرسة لما تيجي تشتغل بعد كده في التدريب خبراتك اللي انت كونتها بتكونها من المدربين اللي انت اشتغلت معه وانت لها اكيد الكابتن جوهري جرب مرة اللي يباصي الكورة دي هاني رامزي ومرة محمد يوسف ومرة واحد بيمينه ومرة واحد بشماله واللي يجي يعمل الكورة ببطن رجله يوميا عمل حسام الكورة عملاله مزبوط مرة كان حازم هو اللي يجي يسنتها ومرة عبدالسطار يجي يسنتها واللي يجري هو حازم او اللي يجري جنب الحيطة اللي يفنش الكورة مين عبدالسطار يبقى واقف جنب الحيطة ويروح عامل ترن ومالعبال لغاية ما يوميا حصل ايه ان طارق مصطفى طارق مصطفى مكانش يعني كانش هو في العناصر طارق مصطفى ملعبش اه هو لعب نهائي ربنا يدهاله في نهاية افريقيا ومع لاعب هو طارق لما تيجي تراجع الكورة وهو حطها بوش رجل خارجي ايوه ممكن تقلش منه وتطلع لبرا وتطلع لبرا هو الطبيعي لما انا حطها بوش رجل خارجي كده الكورة تمشي لبرا كل ما تروح للجون كل ما تطلع لبرا لان الطبيعي انت تحطها ببطن رجلة مزبوط انما طارق حطها بوش رجل خارجي وراحت في الجون هو بقى ربنا عايزه هو هنا بقى نرجع تاني لانه هو تعب الله يرحمك كابتن جوري طبعا لا كابتن جوري كان اسطورة فعلا فعلا اسطورة كان بفرجنا على المطر احنا جنوب افريقيا ده كابتن فرجنا على المباراة بسلو موشن بسلو موشن عشان يحفظك احنا كنا عارفين التحرقات ايه وبينة مكارسي ده بيكام ومارك فيش ده ازاي بيبني الهجمة وحسام هيدغط عليه ازاي عشان ما يطلعش الكورة لا 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 كان بيشغل عارف التسعين ديئة اللي احنا بتشوفهم التسعين ديئة هو بقى بيشغلهم بس بسلو موشن نتفرج عليهم بسلو موشن فطبعا كان اسطورة كانت بطولة طبعا بطولة يعني روعة جدا وتكريم بقى وحاجات يعني مش عايز اقولك بقى مصر اتقلبت لأول مرة من مطار القاهرة كانت احنا عربياتنا بقى سايبينها في الدفاع الجوي ايه وده كان المعسكر بتاعنا من مطار القاهرة للدفاع الجوي كم ساعة ممكن في خمس ست ساعات خدنا ست ساعات عشان نقوم ست ساعات رغم انهي الطريق ما يتعداش عشر دايق ربع ساعة